ازايقوا عمين ايه يا رب تكونوا بخير? النهاردة هنتكلم عن تحليل الحملة والايه سبب ظهور الخط الضعيف ومعناه ايه? هل معناه في حملة ولا من فيش حملة? ده اللي هنعرفه النهاردة قبل ما نتكلم عن تحليل الحملة المنسلي اولا لازم نتكلم على شروط عينة التحليل الحملة اول حاجة ان هي لازم تكون اول عينة في الصباح الباكر عشان بيكون الهرمون بتاع اله سي جي بيكون قوي في هذه الفترة فلازم العينة اللي تتخذ لازم تكون في الصباح الباكر احنا لنا طبعا نوعين من تحليل الحملة المنسلي في واحد بيبقى شريط بيبقى في حاجة خط كده اسمه الكنترول الكنترول ده يعني النتيجة اللي احنا بنقيس عليها الخط اللي بيزهر بنحط طبعا عينة البول في قلب المكان المخصص لي وبعد كده بيزهر بيبدأ يتسحب لغاية فوق بنحط ثلاث نقط يعني بالكتير لو ظهر خطين وخط قوي بقى معنا كده الف مبروك فعلا نتيجة الحملة هي نتيجة ايجابية وانتحان طيب لو الخط ضعيف طبعا نتيجة احنا بننتظرها في اول خمس دقايق فقط انما لو بعد الخمس دقايق ده ظهر خط مش معناه كده ان في اي حمل لو ظهر خط خط باهد احنا بننتظر معنا كده ان في حمل ولكن هل هو حمل مؤكد ولا لا اللي احنا بنتأكد من هذا الحمل ان احنا بنرجع نعيد التحليل بعد 48 ساعة وبنشوف لان برضو الخط ده من يكون عن محتمل ان هناك فيه التهابات في البول بعد قطرات الدم فبيظهر هذا الخط التاني الضعيف او اللي بتجمع وبتعمل لنا على شكل خط يعني او ان يكون حضاتك بتاخدي ادوية بتساعد او بيأثر على نتيجة التحليل ادوية معينة فده برضو بيظهر خط باهد فعشان كده عشان نتأكد ان احنا لازم نعيد التحليل بعد 48 ساعة عشان نتأكد فعلا ان الحمل ده حمل ايجابي وعشان نتأكد اكتر ممكن نعمل نروح للمعمل ونعمل تحليل الحمل الرقمي وده بيظهر فيه كمية هرمون HCG الموجودة في العينة فلو ظهر الخط الباهد ده بعد الخمس دقايق يعني بعد نص ساعة انا ظهر لي خط باهد مش معنى كده ان فيه اي حمل انما ظهور الخط في البداية خط باهد ده معنى في حمل ولكن غير مؤكد فاحنا عشان نتأكد من عيد التجربة تاني يارب تكونوا استفدتوا من المعلومة دي ولو عجبكم الفيديو ياريت اعملوا لايك وسبسكرايب للقناة وشيروها مع حد تاني عشان يستفيد شكرا